مرحباً السلام عليكم ونذكر أيضاً مرة أخرى مشاهدين الكرام يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الموجودة على الشاشة أيضاً لكل متابعين على صفحة الحوار على الفيسبوك طبعاً يمكنكم أيضاً أو تلقي كل أسئلتكم واستفساراتكم ونرحب بكم ونرحب بك دكتور قبل التطرق إلى ذبحات الصدرية أو الإحتشاء القلبي بأنواعها أو أبراض القلب بس فقط لتذكير بما أننا يعني مرننا به شهر يوم 29 يوم العالمي للقلب ماذا يعني ولماذا هذا يوم اختيارك بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا أختي الكريمة موضوع القلب نحن تطرقنا اليوم بأماكن كثيرة وبمؤتمرات كثيرة وعلى شاشتكم الكريمة بأكثر من اللقاء وبأكثر من مجال صحيح ونلاحظ كما يقال الترند أو الميول العالمي التميل حاليا نحو تثقيف المرضى وتثقيف الناس اللي هم لسه ما صاروا مرضى يعني الناس السليمين يعني اللي بسموهم healthy person clinics or healthy person education صار فيه كثير هلأ بالوقت الحاضر focus وتركيز توجه نحوه توجه نحوه اليوم جايبين للأخوة المشاهدين مجموعة من الصور والسلايدات والفيديوهات بدنا نحاول نوضح للأخوة المشاهدين أنه نحن شو بنعمل لأن الناس الأشخاص اللي هني لسه ما صار عندهم زبحة صدرية أو اللي هني لسه يعني ما صار عندهم مشكلة قلبية أنه نحن شو كيف ممكن نوعيهم هاي من زاوية أولى وهي اللي بسموها يعني prevention أو الوقاية وكما يقال في الأثر درهم ووقاية خيرا من قنطار علاج هلأ نحن تكلمنا على شاشتكم الكريمة بهذا الموضوع أكتر من مرة وأنتو بكرمكم إزاي استضفتونا ونحن حكينا ونرجو من الله ومن العباد أنه نكون نحن الفكرة اللي بقلبنا واللي الله نورنا فيها أنها تكون وصة للأخوة المشاهدين إن شاء الله اليوم رح ننعطف قليلا بالحوار معاكم على شاشتكم الكريمة نحو الأشخاص اللي هني أصيبوا يعني الأشخاص اللي صار عندهم زبحة صدرية اللي صار عندهم احتشاء عضل قلبي أو اللي صار عندهم لنفترض جراحة صدر من قبل إما جراحة صدر بعد خناق صدر أو بعد زبحة صدرية فهذول الأشخاص أو هذه الزمرة هي ليست زمرة مهملة وإنما هذه الزمرة يجب إعادة تأهيلها أو كما يقال الريهابيليتيشن لأن تعود وأن تكون زمرة فعالة في المجتمع يعني على سبيل المجسال عندنا رجل صار عنده ألم صدري صار عنده احتشاظ قلبي هذا الإنسان يريد أن يعود إلى أسرته إلى زوجته إلى أطفاله إلى عمله نعم يريد أن يقود السيارة يريد أن يذهب إلى المصنع أو إلى المعمل أو إلى المدرسة يريد أن يعمل تسوق يريد أن يذهب رحلة سياحية يريد أن يذهب هوليدي بالصيف هذه الأمور كلها تترتب علينا أن يعني أن نعطي المريض النصائح والإرشادات اللازمة بعد الإصابة القلبية ممتاز دكتور قبل أن ندخل في هذا التفاصيل هذا لماذا يوم 29 تسعة يعني شرع يوم العالمي للقلب إذا أنت بتلاحظ يعني خلال العشرة السماوات الأخيرة في كتير صار مسميات لأيام عالمية يعني بدءا من اليوم العالمي للأسرة لليوم العالمي للطفل مثلا هلا نحن جاينا بـ 2 ديسمبر 2 شهر 12 اليوم العالمي للأيدز لمرض الهيش آي في عنا يوم للمرأة عنا يوم للعامل هاي تقوم بها منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية يعني WHO ويونسكو بشكل خاص تقوم بها بهدف التوعي والإرشادات وهذه موجهة بشكل خاص لدول للأسف نقول أنه ما بيكون فيها الميديا الإعلامية أو الوسائل الإعلامية تغطي هذا المجال بشكل كافي يعني نحن هون عنا مثلا في بريطانيا أنا اليوم كنت جاي على السيديو اللي عندكم كنتم أسمع بالراديو في دراسي جديدي قامت فيها يعني الكلية الملكية للأطباء الممارسين العامين في جنرال براكتشنر يعني الدراسي حلوة كتير لو سمح للوقت أخذ دقيقتين أسأحكي عليها حطوا مجموعة من الأشخاص رايحين لعند الجي بي رايحين لعند الجنرال براكتشنر الطبيب العام وبدل ما أنه هذا الطبيب يصرف 10 دقائق مع كل مريض كالعادي مثلا إحنا منروح عند الطبيب منقول له أنا معاي مثلا ألم بالبطن بالصدر بكذا لازي منه الطبيب يخصصنا وقت يفحصنا فيه ويعالجنا عملوا دراسي أنه جابوا مجموعة من المرضى وحطوهم مع بعضهم شافوا الطبيب بنفس الوقت يعني كان طبعا شافوا الطبيب هو ليس بقصد أن يفحصهم مع بعضهم يعني فحص كلهم بنفس الغرفة لا بقصد التكلم عن أمراضهم بنفس الوقت يعني مثلا عندهم مجموعة من الأشخاص كلهم عندهم فرضا مرضى السكري عندهم عشر مرضى ما عندهم السكري عندهم فرضا عيادي بيشوفوا فيه الطبيب كل واحد عشر دقائق آموا جابوهم لهالأشخاص كلهم مع بعضهم شافوا الطبيب بنفس الوقت ولاحظوا عملو لهم بعدها اختبار للمرضى لهالأشخاص اللي حضروا عند الطبيب سألوهم أنه أنتوا قديش فهمتوا من خلال أعددكم مع الطبيب مع بعضكم فوجدوا أن الأشخاص عندما يروا الطبيب بشكل مستقل يعني individual بيأخذوا معلومات أقل مما يأخذوا بيكون الطبيب عم يشرح لمجموعة مع بعضهم وهي مجموعة يعني نرجع لأنهم متشابهة نعم لهم نفس الصلة فاليوم العالمي لأمراض القلب هو يوم يخصص بشكل عام للطرح الإعلامي تمام لتسقيف الأشخاص اللي هني عندهم مثلا رغبة بالتعلم أكثر عن أمراض القلب أو الأشخاص اللي هني رب العالمين متحنون وأصابهم بأمراض قلب نعم هل لأنه يعني لوحظة في الأونة الأخيرة ارتفاع نسبة المتعرض للأمراض القلب يعني لا أدري ما هي تقارير مضابط صحة العالمية مؤخرا طبعا قراءتي تقول 80% في العالم نعم أمراض القلب هي يعني كما يقال هي الفاشن أو هي موضة العصر وصار أننا نحن يعني هنما سعرنا بريطانيا كل سنة في 65 ألف حال جديد من احتشاء عضاء قلبية هاي الأرقام يعني إذا نحن أخذنا أن البريطاني هي 65 مليون يعني تقريبا 1 إلى 2% هاي الأرقام مزهلة يعني وكبيرة بعدين نحن مجرد كلمة احتشاء عضاء قلبية لا تعني فقط أن المريض صار عنده الاحتشاء وراح على البيت مع السلام وإنما لا هذا المريض صفى بديه متابعة بديه معالجي أحيانا بديه معالجات أضافية بديه مثلا رجوع إلى المشفى مرة تانية يعني مجرد ما أنه المريض حطوا له الليبل أو الإشارة أنه هذا المريض صار عنده احتشاء قلبية هذا المريض صفى بديه رعاية تامية بديه الريحة بالتيشن الحكالية بديه إعادة التأهيل وهذا طبعا كلته يؤدي إلى صرف أموال طائري لذلك صرف بعض الأموال على يوم عالمي للأمراض القلب بيظل أقل كلفي وأكثر إنتاج وأكثر مردود للحكومات من أنه يكون بس رعاية قلبية بعد ما يكون مريض صار وصار عنده المرض يكون في صرف أدوية لمدى بعيد بما أنك ذكرت الاحتشاء القلبي أعطينا تعريف عن الاحتشاء القلبي الاحتشاء عدد القلب هو الإصابة بانغلاق أو بانسداد أحد الشريين الإكليلية الشريان الإكليلي أو بإنجليزي في بعض البلدان العربية قال له الشريان التاجي لأنه هو اسمه أو الشريان الإكليلي مهما اختلفت المسميات أو الترجمات بالنهاية هذا الشريان هو شريان يغذي عضلة القلب الشريان الإكليلي حول القلب في عنا حوالي أربع أو خمس شريين الرئيسية هي اتنين أيسر وأيمن وكل واحد منهم يتفرع إلى عدة فروع بمجموعة بتكون حوالي خمس شريين كبيرة انغلاق أحد هذه الشريين أما بصمي أو بخثرة أو أحيانا بعصيدة شريانية يعني بالإنجليزي أثرومة تؤدي إلى انغلاق أو فقد التروية الدموية لجزء من عطلة القلب وحدوث الاحتشاء يعني كلمة احتشاء معنات الشيء يعني امتلأ يعني احتشاء تأتي من كلمة حشاء الشيء يعني يعني وبالتالي عندنا نحن الشريان الإكليلي اللي هو له لمعة لومن يعني لمعة بتكون نسدت أو نصمت إما بصمي أو بخثرة أو بعصيدة شريانية أدت إلى احتشاء القلبية دكتور اليوم طبعا إحنا نذكر مشاهدنا الكرام بأننا في خلال هذه الساعتين التي نستقبل فيها كل استفساراتكم سيكون في التركيز على موضوع إعادة التأهيل جسديا ونفسيا وحتى عاطفيا لكل المرضى ويعني بشكل عام الذين أصيبوا بأمراض القلب باختلافاتها وأنواعها وكيفية إعادتهم إلى الحياة الطبيعية نعم من الأمور اللي يعني سمح الوقت إن شاء الله نتكلم عليها هي أنه نحن عندنا الشخص اللي صار عنده احتشاء القلبية أنا جايب معاي شوية صور وفيديوهات نعم سنشاهد معا إن شاء الله أنه نحن المريض بعد ما يروح البيت يقعد عندنا في المشفى في هولندن حوالي أسبوع يعني حتى أسبوع هو ماكسيموم يعني حيانا احتشاء القلبية إذا عولج بسرعة ممكن المريض باليوم الثالث أو الرابع يروح على البيت ممكن نعم هلأ نحن نعطيه هوني قاب نعطيه فترة نحن نشاهد الآن دكتور على الشاشة يالتت تعطيه التعليق هاي إحدى القاعات أنا صورت القاعة قبل ما يجي المرضى عليها مثل ما بتلاحظي القاعة مؤثثة ومجهزة بمجموعة من الأجهزة بنفس الوقت يعني ليس جهاز واحد وهذه الفكرة كنا نحكي عليها واللي هي عبارة عن المعالجة المجموعية فالأشخاص الذين يأتون إلى هذه الغرفة ورح نشوف صور بعد قليل والأشخاص موجودين على هذه الأجهزة هاي الأجهزة هي عبارة عن أجهزة مثل الموجودة بالجم أو موجودة بأماكن رياضة أو بأماكن التدريب البدني لاحظي مثلاً هون يعني لعنا الصور هاي عم يفرج فيها المجموعات الوزن المعدنية اللي بيستخدمها الأشخاص عند رفع الأسقال ولكن طبعاً هاي طبية والحجومها صغيرة وليس بأحجام كبيرة لأنها هي هون مولى الرياضة والمنافسة وإنما هي بس لإعادة التأهيل العضلي والبدني فهي الأجهزة الموجودة لاحظي كل جهاز فيه جنبه مونيتور جهاز مراقبة من راقبة في المريض طبعاً الأجهزة هاي بتكون كل جهاز على رأسه فيه ممرضة أو لاحظي كمان على الجدران الغرفة كلها صور وبوسترات مشان تحكي عن أمراض القلب عن الوقاية عن تسقيف المريض يعني خلال وجود تذكيره أيضاً نعم خلال وجود المريض هاي اللي أم تشوفيها بالصورة هلا تماماً هاي عبارة عن أحزمي مطاطي هاي منعلم المريض كيف يحطها على صدره مشان ما بعد جراحة القلب مشان العظم يلتحم بسرعة وما يصير عنده اختلاطات فيه طبعاً ما تمانك شايفي كمان فيه عننا تريد ميل يعني اختبار جهد اللي بصوت متحرك فيه عننا مثل ترامبولين اللي هو عبارة عن جهاز مطاطي بيقفز عليه المريض فيه عننا طبعاً أجهزة الصدمة كهربائية إذا لا سمح الله واحد خلال اختبار الجهد أو خلال اختبار المعالج الفيزيائي صار عنده مشاكل تاني فهي الأشيزة احنا منجيب المرضى بعد حوالي ست أسابيع من الاحتشاظ القلبية فالنقطة المهمة هون إن احنا ما بنعمل المعالج الفيزيائي والريحابيليتيش مباشرة لأنه مريض طالع من الاحتشاظ القلبية نجي بيصير عنده احتشاظ مرة تانية بتأكيد بيرجع بصير بقول لي أخي أنا رجع لا بديكو فيه فترة للتشافي نعم فبيكون عندنا فترة استشفاء هي يبارة عن ست أسابيع خلال ست أسابيع المريض بروح على البيت أحياناً إذا كان الاحتشاظ كبير الحجم بنمنعه من السواء بنقول له ما تسوء السيارة لحتى ترجع لعنه بقصد أنه إذا كانت عملية جراحية كبيرة نعم لأنه إذا كان مثلاً الشخص صار عنده مشكلة هو ساي السيارة وعنده هو يعني القلب أو شيء بجوز يروح فيها بجوز يعمل حادث فمنقول له أخي لا سوي السيارة ارجع لعننا أول شيء تمام فنحن في إذا الأخي مفرجينا في عنا اختبار جهد أول شيء نعمل للمريض يالي تعطينا تعريف ما هو اختبار الجهد اختبار الجهد هو في تريد ميل بصوت متحرك يقف عليه المريض طبعاً إذا إنسان سليم وصحيح معافة ما في عنده مشكلة يفترض على اختبار الجهد يعمل حوالي ما بين العشرة للعشرين دقيقة يعني هاي إنسان طبيعي جاي مثلاً راح على الجيم حتى مو يرح على مشفى يعني راح مثلاً على المكان بيعمله فيه الرياضة أو التدريب البدني ممكن أنه الشخص يقوم بعشرة لعشرين دقيقة جهد بدون أي مشاكل هلأ هذا الكلام لا ينطبق بالمية مية على شخص صار عنده احتشادة قلبية أو صار عنده مثلاً جراح الصدر فنحن بنعمل لهم بروتوكول خاص فيهون البروتوكول هو عبارة عن سيكس مينتز ست دقائق هالست دقائق هل خلالهم من راقب فيهم الأكسجين يعني بيكون المريض عم براقب قديش عنده نسبة الأكسجي بالدم يتكون الأجهزة معه المراقبة مربوط بيكون الإنسان واقف على اختبار الجهد يعني كيف مثلاً احنا نشوف واحد بروح على الجيم بروح مثلاً لابس اتياب الرياضة بيوقف وبيبلش يعني يمارس الرياضة الجري على الجهد هون لأ هون بيكون مربوط وأنا حاطت واحدة من الفيديوهات وقتل يكون في مريض مربوط للمونيتر بيكون المريض مربوط وعم نشوف احنا عنده رسم القلب التخطيطي 12 ليد يعني 12 ليد 12 وير مربوط هاي الصورة الجميلة هلأ لاحظ المريض هون شي اللي حتيابه العادي هذا جهاز المونيتر الصدمي الكهربائي ومنلاحظ بالجهة الثانية المريض مربوط إلى مونيتر بيفرجينا تخطيط القلب المريض يسير على اختبار الجهد لست دقائق فقط يومياً دكتور لا هاي بسموها المرحلة التمهيدية أو المرحلة الاندكشن يعني المباشرة أو الاندكشن أو التمهيدية اللي هي بعد ست أسابيع هاي بعد ست أسابيع من احتشارها القلبية أو الجراحة القلب هلأ بيجي المريض بيعمل ست دقائق اختبار الجهد بيجي الطبيب بيقيم تخطيط القلب منشوف أنه تخطيط القلب عند المريض هذا خلال ست دقائق صار فيه شي مشاكل مثلا صار فيه تبدلات بتخطيط القلب صار عنده شي مشاكل بإضطرابات النظم أو صار عنده ضربات زيدي طبعا هاي كلتا أمور علمية أكتر منها أمور تثقيفية ولكن من خلال كونكلوجين أو سمع وعلى أثار هذه الاختبارات نعم نتيجة خلاصة نهائية يقوم بها الطبيب أنه بقول هذا المريض هو مؤهل للذهاب للريهابلتيشن أو ما نمؤهل هلا أنا إذا مثلا شفت مريض ومشي على اختبار رجال 6 أسابيع 6 دقائق وصار عنده مشاكل وبلش يعني صدره يتنفس بسرعة وألم صدره وكذا بقول له أخي لا لا تعمل الريهابلتيشن أنت هلا روح بدنا نعمل لك أسسمنت تاني لشريين القلب حتى أحيانا ممكن نعمله قسطرة مرة ثانية لتأكد لتأكد أنه نحن مثلا الشريان اللي عالجناه أنه تعالج لأنه الزبحة الصدرية أو احتشاده قلبية مثل أي مرض تاني بتعالجيه ممكن المريض تحسن بيذن الله ممكن ما يتحسن يعني فيه عندك ربح وخسارة فنحن بنعمل الاساسمنت بنعمل 6 دقائق اختبار هذا الـ 6 minutes exercise إذا كان ماشي والأمور كلها تمام مليحة وما صار فيه عند المريض أي مشاكل تأكدت أول بنبعته على الغرفة على القاعة اللي حكينا عليها اللي هي متما نشافي هون إما إذا كان المريض عنده لأنه فيه أحدنا بيكون المرضى ما بيدري مشاكل على اختبار الجهد من أمه نحطه على البايسيكل على الدراجة اللي أخف من الاختبار الجهد نعم الدراجة مريحة بشكل خاص المرضى اللي عنده آلام مفصلية وخاصة في الركبتين يعني المريض متل ما بتلاحظه قاعد على الدراجة مرتاح ظهره يعني مسنود ومسترخي وبس عم يحرك رجلي فبنفس الوقت نحن عما نقوم لها المريض هذا بالمعالجات بالجهد وبالتمارين اللازمي زائد هو هالشخص هذا ما عما يأثر عليه على مفاصله أو على ظهره أحيانا بيكون المريض عنده ديسك عنده مثلا انقراس بالغضروف بالعمود الفقري فنحن هذا المريض بقول أخي أنا ما في نمشي اختبار الجهد بنجا بنقول أخي لا أروح ما بنعمل معالجي ريهابيليتيشن وإعادة تأهيل لا بنعمله إعادة تأهيل في حلول في مثلا البايسيكل في بيعمل مثلا رفع أسقال تمارين عضلية خفيفة في عنا الترامبولين يلي بيقفز عليه الترامبولين أحيانا بيكون شوي صعب الترامبولين نحن بنعمله لفئات عمرية بيكون ولساتهم بالشباب أكتر من العمر الكبير أو خطايرة بالسنة لأنه كل ما يتقدم العمر بصير الجهد العضلي أصعب على الأشخاص يعني هذه مو بس المرضى بشكل عام إذن إعادة تأهيل يعني لمراحل مختلفة على حسب الحالة الموجودة على حسب الجود المتلقي نعم يعني إذا حابنا نحطهم بستيبس أو مراحل كما يقال المرحلة الأولى هي مرحلة الإصابة اللي هي إما هون احتشاظ قلبية أو جراحة أو هارد فيلر أحيانا قصور قلب يعني مهما كانت الحالة القلبية هاي الستيب نمبر ون أو الخطوة أو المرحلة المرحلة الرقم واحد المرحلة الثانية هي المرحلة النقاها والريكافري اللي هي ست أسابيع يعني مرحلة الاستشفاء بإذن أرب العالمين يأتي المريض إلى مرحلة أساسمنت أو تقييم نعمله فيه اختبار جهد ست دقائق إذا لقينا أنه يعني كله تمام نعطيه لغرين لايت الضوء الأخضر أنه أنت صرت مؤهل حاليا لأنك تروح على التأهيل البدني والتمارين اللي لازمي لجسمك السبب نحنا بجوزة سلي أنه نحنا ليش كلها الوقت نستخدمه لأنه نحنا مجرد ما المريض يعني sign off أو نحنا وقعنا أنه أن يروح على التأهيل الريهاب بليتيشن هو لن يرى الطبيب يوميا بيرجع بيشوفنا ولكن ليس على بصير بيشوف أكثر المعالجين الفيزيائيين يعني بصير بيشوف السلك الطبي اللي هو مو أطباء إما ممرضات أو فيزيو سيرابي أما أما ترجع الطبيب برجع الطبيب إذا لا سمح الله خلال الريهاب بليتيشن رجع صار عنده مشاكل مرتا أصلا فيه تراجع نعم يعني مثلا خلال الريهاب بليتيشن الممرضة عم بتراقب مريض لاحظت أنه المريض يا أخي عم يجع صدره يعني هذا الزلمي معدو مثل قبل لأنه الريهاب بليتيشن على فكرة أحيانا بيأخذ six months ست أشهر فخلال ست أشهر نحنا هيكون المريض وعمل هو أول شيء six weeks ست أسابيع يعني مجموعة مع بعضهم حوالي سبع أشهر ونص إذا خلال هدول هدول السبع أشهر ونص بجوز الاحتشار القلبية إما ترجع يصير أختلاطات المريض يتأثر المريض تضعف عنده وظيفة القلب اجتهابات مختلفة نعم فالمعالج الفيزيائي أو الريهاب بليتيشن نيرس الأشخاص الموجودين لأنه الطبيب ما رح يقدر يقوم بعمل مع 20-30 مريضا في وقت هالأشخاص هن بيرجع بيعملوا ريبورت بيعملوا تقرير للطبيب أنه مثلا إحنا عارنا المريض الفلاني صار عنده مشكلي صار عنده ألم صدر فرجع أسسوا مرة تانية رجع أعملوا assessment مرة تانية إذا كان مثلا بده قسطرة أو بده تغيير الأدوية أو بده معالجة مختلفة معالجة مختلفة على حسب الحالة طبعا الأجهزة هي أيضا تقوم بدورها كتقييم ومتابعة في سؤال نرحب بكل مشاهدين متابعين على صفحة الحوار الفيسبوك أهلا وسهلا بكم بكل استفساراتكم في سؤال من بسام كيف علاج الارتجاع عند المريض في أحد الصمامات ارتجاع الصمام أنا تكلمت عنه من قبل على شاشتكم هو نحن عندنا أجواف القلب فيه عندنا أجواف علوية اللي هي اسمها الأذينات يعني بالإنجليزي اسمها إتريا عندنا أذين يمنى وأذين يسرى وعندنا بطينات بطين أيمن وبطين أيسر يعني بمجموعهم هنه أربع أجواف هلأ دخول الدم من جوف إلى جوف أو خروجه ينظم ويضبط من خلال الصمام الصمام هو عبارة عن مثل يعني بوابي بيدخل الدم من خلاله ويخرج ويفترض أنه هي البوابي مجرد ما الدم خرج من جوف نحو جوف آخر بنهاية القزف للدم نحو الجوف الآخر أنه البوابي تغلق هلأ في بعض الأشخاص عندهم بصير هلالبوابي هاي رخوي وبترتخل وبتمرض بصير عندهم شيء اسمه الارتجاع أو بنسميه كمان باللغة العربية القلس أو القصور يعني اختلفت المسميات والشيء واحد اللي هو عبارة عن يعني قلس هلأ أكتر الصمامات اللي تتصاب بالقلس هي صمامين هي الصمام الأبهري والصمام التاجي يعني بالإنجليزية الأيورتيك فالف والمايتر الفالف نعم هلدون الصمامين هني خاصين بالجزء الأيسر من القلب يعني البطين الأيسر والأزين الأيسر إذا صار المريض عنده قلس أو عنده ارتجاع الارتجاع بشكل عام نتكلم بعد عمر الأربعين سنين نحن كلنا بصير لعننا بالقلب شيء ارتجاع لأن القلب مثل أي جزء تاني طبيعي يعني دكتور بصير ارتجاع طفيف ليس ارتجاع مرضي ولكن بصير لأنه هلأ نحن يلاحظوا المريض بيحسبي بيشعربي رح أعطيك مثال لأننا نحن مثلا الإنسان بصير عمره أربعين خمسين سنين أعضلاته تترهل الجلد عنده يترهل قليلا الشعر ممكن أحيانا يشيب فكل الأعضاء اللي بالجسم تقصر وظيفته ومن خلال نفس السير اللي هو السير الطبيعي سير الهرم يعني أو الأيجينغ أو يعني تقدم العمر بدأ العضد القلب يصير فيها شوية هرم هالهرم اللي بيصير بالقلب أو تقدم العمر بينعكس على الصمامات بحدوث قلس خفيف أو ارتجاع خفيف هذا الارتجاع الخفيف نحن نعمله تقييم من خلال إيكو فرجوع لسؤال الأخ الكريم وجود ارتجاع بالصمام هو يعني مثل ما يقال بالإنجليز It's not the end of the world يعني هي مو نهاية العالم يعني نحن منلاحظ فيه ارتجاع بالصمامات منعود نحن هنا منعمل matching منشوف قديش عمر المريض وقديش نسبة الارتجاع يعني إذا كان ارتجاع خفيف ومريض عمره خمسين ستين سني ما نقول له أخي هذا الشغلة طبيعية يعني هذا عبارة عن بس تقدم بالسن في عضلة القلب أما نحن أيمت منخاف من الارتجاع وأيمت نحن منكون كتير حريصين لمعالجته وإذا بكون الارتجاع حادث بنسبة كبيرة يعني مثلا البوابي ما عم تغلق نهائيا الدم كله عم يرجع من بطين لبطين أو من جزء لجزء زائد المريض الساتب عمر الشباب يعني هذا الساتب إذن هناك مشكلة أنا ما بأس إذا كان الأخ حط عمره بس إذا كان الأخ مثلا صغير السن وعنده ارتجاع هذا بده مراقبة دورية يعني الارتجاع ممكن لا سمح الله يسوق هل في عمر صغير يكون أسباب مختلفة دكتور؟ أحيانا بالبلاد العربية وببعض البلدان اللي يعني المعيشة فيها مختلفة عن المعيشة الأوروبية ممكن تحدث إصابات الصمام إما القلز أو التضيق يعني واحد من هون يا أما البوابي صغيري جدا أو يا أما البوابي واسع جدا تحدث هاي الإصابات بشكل خاص عند الأشخاص اللي عندهم حمى رثوية يعني روماتيك فيفر وهاي بتحدث بالطفولي أنا يمكن تحدث عنها أبلها مرة أنه الشخص بيصير عنده بالطفولي حمى رثوية بتصير عنده مفاصل بصير عنده التهابات باللوزات والعقد اللنفاوية وبتروح الإصابة الإصابة بتروح يعني الشخص بصير بعدين شاب بصير عمره مثلا عشرين سنة معادي بيتذكر أنه صار عنده حمى رثوية فجأة ملاحظ أنه صار عنده أحد الصمامات فيهم إما قلز ارتجاع أو تضيق بيكون هاي جاي انعكاسة أنه المعقدات المناعية اللي صارت بالجسم أثرت عليها خلال الإصابة الحادي بالحمى الرثوية بقيت في الجسم وتفاعلت وهي المعقدات المناعية يعني كتير مولعة بالنسيج القلبي وبشكل خاص بالنسيج الصمامات وبالتالي تأتي وتتوضع على الصمامات وتخربها إحنا راح نتحدث أكثر ناخذ الفاصل الأول لدكتور بشار شهد الكرام ابقوا معنا بعد الفاصل قصير جدا ونعود إليكم أحيكم مجددا ومشاهدنا الكرام أهلا وسهلا بكم بكيف صحى موضوع حلقتنا لهذا اليوم ذبحة الصدرية العناية بعضلة القلب إعادة التأهيل والتدريب بعد إن شاء الله الشفاء ومراحل الشفاء المختلفة دكتور بشار الحصني في بداية الساعة الأولى تحدث أهلا وسهلا بك أول دكتور عن التأهيل والرعاية وكيفية التأهيل ومدة التأهيل وغيره وسوف نعود إليها لكن اسمح لي دكتور لدينا اتصال علي من بريطانيا أهلا وسهلا بك تفضل علي وعليكم السلام ورحمة الله أنا أحب أنا من أرض الصباح بس حبيت أن أقول ليش ما عندنا برامج للصوماليين للسودانيين وكذا ما عندنا أي سؤال نعم والله أخ علي أشكرك على هذا السؤال قناة الحوار تهتم وتعتني بكل قضايا الأمة وموجودة في برامج مختلفة أنت تحكي بي أنت تحكي بي على أفريكا نعم أكيد هو موجود أصلا في برنامج يعتني بالقضايا في داخل أفريقيا ولكن إحنا اليوم في برنامج طبي فلا أدري إذا كان عندك أي سؤال طبي أخ علي أخ علي أحنا متخصصين في البرامج الطبية والصحية ولدينا دكتور بشار وموضوع يتعلق بأي حالة قلبية تفضل عندي بس حبيت تنويه جميل شكرا لك شكرا لك شكرا لك أخ علي طيب دكتور أحي مرة أخرى كل من يتابعني على صفحة الحوار على الفيسبوك في سؤال من من مشاهد كيفية علاج الدقات المتسارعة للقلب في كل مرة أتناول فيها طعام بملح بمعه ملح نعم طعام مالح كل ما يأكل فيه أطعمة فيها حاطت الأخ عمره فيه تسارع لم يضع العمر طيب ماشي كمان يعني موضوع الدقات المتسارعة نحن طرحنا من مقبل على شاشتكم الكريمي إلا علاقة كثير بموضوع العمر يعني إحنا في عنا أشخاص بصير عندهم دقات متسارعة بيكونوا هني صغار بالسن بيكون عندهم نوع من القلق أو الإرهاق الجسدي أو الإرهاق النفسي نحن نلاحظ مثلا هذا بيصير عند بعض الأشخاص اللي بيكون عندهم امتحانات باكالوريا أو امتحانات الثانوية العامية أو امتحانات بالجامعة يعني هذول بيكون قلبهم كعضو بالجسم القلب سليم يعني التركيب تبع القلب تركيب سليم يعني لسه ما وصلنا لمرحلة مثل ما حكينا أنه الصمام تقدم في العمر أو ارتخاء صمام أو استرجاع وشي هذول كله لسهاتهم قلبهم سليم تماما بس بصير عندهم دقات سريعة لأنه هني إما عندهم مثلا تفكير بشي معين أو قلق عن شي معين أو أحيانا بيكون عندهم شيء خارج القلب يعني مثلا نشوف نحن عند الصبايا عند الصغيرات بالسن اللي عندهم مشاكل بغضة درقية يعني الغضة الدرقية تنعكس على القلب بشكل تسرع بدقات القلب فوجود تسرع دقات القلب عند الفئة العمرية الهندي الشباب يعني من 20 سنة 30 سنة 99% من الحالات هي حالات خارج القلب وهي ليست خطرة على القلب بحد ذاته يعني مثلا نستطيع أن نقول انفعالات خارجية تؤثر على أو شغلات نفسية أو انفعالات أو سرس أو ضغط أو أي شيء هاي كلها ممكن تساوي هالشي هذا هاي من جهة وحدة هلا من جهة ثانية بيصير نحن عندنا تسرعات بدقات القلب عند أشخاص عندهم مرض قلبي يعني هذوي بيكونوا أولا إما أعمارهم فوق 30 سنة أو مثلا صار عندهم مثل ما كنا بنحكي على احتشاد القلبية أو القصور القلب أو رجوع الصمامات هاي كلها الأمراض العضوية يعني أمراض بالستركتشر تبع القلب تنعكس بشكل تسرعات بدقات القلب يعني أحد أنواع تسرعات هي بسموها اتري الفيبروليشن أو الرجفان والأزيني فكلمة رجفان يعني رجفان مثل واحد ترجع في إيده الأزيني هي أحد أجزاء القلب أحد الأجواف القلب بصير عندنا الأزيني بالقلب هالجزء هالتشيمبر هذا أو هالجوف بصير فيه دقات زائدة دقات تصل حتى حوالي ستمائة دقة بالدقيقة يعني تخيلي أنه أني عندك هالجوف في القلب عم يعمل ستمائة ضربي بالدقيقة بينما دقات القلب الطبيعي هي ستين يعني عشر مرات أكتر مما يجب فخلال التسرع الزائد هذا المريض كيف يشعر فيه؟ يشعر فيه بخفقان بالصدر يشعر فيه أحيانا بلهتي بضيق نفس بتعب سريع أحيانا بيقول المريض أنا بمشي مترين ثلاثة بصير عندي دقة سريعة بدي أعود بدي أخذ أكسجين بدي أفتح الشباك مشان أخذ نفس أخذ هوا نظيف بصير المريض يعطينا تعاريف مختلفي وتعابير مختلفي كلها تعني بالشيء الأخير أنه القلب دقاته سريعة فالأبروتش هون أو المقاربة المريض هي تبدأ هون بشكل بأول خطوة وهي أهم خطوة هي تخطيط القلب طيب قبل ندخل في تفاصيل نأخذ اتصال مثلا نعود إلى هذا الموضوع لأنه مهم جدا ودائما نسأل نأخذ اتصال من ليبيا عبد الحميد طيب إلى أن يتصل أو يعود إلى عبد الحميد دكتور علاج هذا الحلقة التخطيط ذكرت ليها كأول مرحلة بس لا تكلم كلمتين على التخطيط القلب أنه التخطيط القلب بتسرعات القلب ليس في كل الأوقات يعطينا التشخيص يعني أحيانا المريض يحدث عنده تسرع دقات قلب في أوقات معينة يعني مثلا أقول أخي أنا بعد الجهد بعد الرياضة بعد النوم خلال النوم كونساية السيارة يعطينا المريض تعابير مختلفة الأوقات مختلفة الأوقات مختلفة فنحن هون نعمل شيء اسمه منترينج أو مراقبة بنعطي المريض جهاز صغير أصغر من جهاز الموبايل بيأخذه على البيت بيضل معه أحيانا حتى لمدة شهر يعني بيكون المريض في أجهزة بتكون مربوطة خارج الجسم في أن أجهزة تزرع خارج داخل الجسم يعني بيكون المونيتر داخل الجسم وعم يراقب دقات القلب اللي داخل الجسم من خليت لتشهور من له أخي المريض روح بعد ثلت شهور تعالى عنه يكون أكثر دقة نعم وأحيانا بعض هذه الأجهزة بتكون مربوطة عنها على الإنترنت بالمشفى فنحن قاعدين بالمشفى بنشوف المريض أسرع عنده دقات سريعة فبنرجع للسؤال الأخي الكريم طيب يعني الرابط بين الملح وارتفاع دقات أنا كنت حوصل على هذه الفكرة الدقات المتسارعة التي تحدث عند أكل الملح الزايد أو الطعام لا طعم المالحة الملح عبارة عن صوديوم الصوديوم يدخل في الجسم ويبقى في الدوران هلأ نحن واتبصينا عنها بالدوران كمية صوديوم عالي كمية ملح عالي شو بيلحقها مباشرة بيلحقها المي الماء يتبع الصوديوم يعني محل ما في ملح زايد بيجي مي زايد بس اللي صار بالدوران كمية مي زايدة صار في شيء هنا اسمه أوفرلود الأوفرلود كمية المي الزايدة بالدوران تؤدي إلى حدوث عبئ على القلب يعني مثل إذا أنت عندك نفطرد محرك مضخة وحطينا بهالمضخة كمية زايدة من الوقود صارت مضخة بتعمل عمل إضافي فنفس الشيء القلب صار بدي عمل إضافي هل العمل الإضافي هذا يأتي بشكل تسرع النصيحة دكتور؟ النصيحة بالبداية تخطيط القلب ما زلنا عند كلمة تخطيط القلب تمام التاني نقص الملح يا أخي إذا عندك أنت ملح مو انقطاع تام بس خل الملح بالطعام خفيف بعدين في عنا نحنا أنواع من الأملاح هي أملاح طبية يعني مثلا بدل الصوديوم فيها بوتاسيوم أنا كثير مرضى بيقولولي يا أخي طعمتها غير طعمت الملح التاني يعني في بدائل في بدائل طبعا في ملح طبي في ملح طبي بدل ما يكون فيه صوديوم فيه بوتاسيوم طبعا أنا بتمنى الأخو المشاهدين ما يفهموني غلط لأنه كمان البوتاسيوم كشاردة بالجسم كمان إلها مشاكل يعني هلأ واحد ما بدنا نهرب نحنا من الصودي ويروح على البوتاسيوم لا بد أن معنة يعني سلبية الجبيل ما يروح الشخص مثلا يستمعنا الآن ويروح رأسا يروح يشتري ملح في بوتاسيوم لأنه أحيانا البوتاسيوم يجي تكون له اختلاطات أو يكون مرتفع في جسم الإنسان أيضا بس الجواب يعني بس أنا ما حاول أركز أنه إذا أنت عندك سبب وعارف وعارف هذا السبب هذا فأنت كتير يعني لقي كتير أنك انتبهت في هذه اللي كتير محظوظ أنك أنت عرفان السبب لأنه أحيانا نحن بجينا مرضى بنعمل لهم تخطيط قلب بنعمل لهم المونيتر بالبيت بنعمل لهم كل شيء كل ما أنزل الله به من سلطان وبيضل لعنا التسرى ما عم ما نلاقيه بيقولنا ماذي أخي أنا عمي سيرا تسرى بنعمله تخطيط قلب نلاقي تخطيط قلب عنده طبيعي ولكن ممكن تكون من أسباب أخرى كالطعام وغيرها نعم فإذا الأخي الكريم بيعرف أنه هذا أنه الملح أو الأكل المالحة ميساوي هالشي هذا فهذا أنت عندك يعني يعني مسبقا أنت نص الحل صار عندك ملح ذكرت الأنواع الأملاح الآن يستخدم ملح الهاملايا نعم أو ملح البحر هل هو كيف تنصحني؟ الأملاح هذا موضوع له علاقة بالكيمية أكثر متطب بس المعلومات عن هذا الموضوع هذا أنه الأملاح البحرية الشيء الوحيد اللي فيها يعني أكثر إفادي من الأملاح الثاني أنه بيكون فيها يود اليود طبعا مهم للغد الدرقية يعني حتى نحن نعطي اليود بشكل محلول خاص للناس عندهم مشاكل لغد الدرقية بس إذا بدك يعني بشكل صريح تماما أي ملح يحتوي أسوديوم بالنهاية هو غير مناسب للي عنده الأمراض قلب طيب دكتور أعود لسؤال بسام اللي سأل لقبل الفاصل عن الارتجاع نعم نحن نريد أن نعرف كيفية علاج هذا الارتجاع بشكل سريع نعم حكينا أن الارتجاع له مراحل وحكينا أن الارتجاع له بعض حالات بتكون هي فيزيولوجية مع تقدم العمر وحكينا بعض الحالات بتكون هي حالات مرضية وحالات يعني بتكون بدها معالجة بحيث أنه البوابي هاي هالصمام هذا يرجع لحجمه الطبيعي تمام السؤال هو نحن كيف نعيد الصمام لحجمه الطبيعي طبعا كل صمام علاجه يختلف يعني مثلا الصمام الأبهري الأيورتيك علاجه دائما علاج جراحي بدنا نشير الصمام ونحط الصمام بدأ له الصمام التاجي أو المايترال هلأ نحن فيه عندنا هون عدة مراحل في أن المراحل الأولى هي عبارة عن ترقيع الصمام يعني البسموه الربير يعني عندنا الصمام بدأ شي توسع يتوسع بنجي بنحط بقلبه حلقة معدنية ونصغر الصمام يمكن أنا حسن ما بعتقد مرة حكيت على هذا الموضوع حكينا عن هذا الموضوع نعم فيه عندنا حالات تانية بيصير الصمام فيه كتير كتير كبير يعني المطاطة صارت كبيرة جدا هالحلقة هاي الصمامية أو الحلقة الدسامية توسع جدا بهيك حالي بصير عنا نحن هوني كمان أحد حلين إما أنه من قص جزء منها ونخيطها ونصغرها كمان هذا نوع هو مو تلقي هذا كمان اسمه ربير أو أنول يعني يعني الانيولاس ربير يعني تلقيع الحلقة أو أحيانا ممكن نعمل عليها ستيتش أو كليب يعني كليب يعني مثل ملقط الشعر كليب صغيرة تدخل وندخلها من خلال الرجل ونعمل عليها كليب هاي العمليات أنا ما أحكيها طبعا يعني أنا ما أحكيها لو أنه الكلام هذا كتير كتير برود يعني كتير واسع لأن كل حالي إلها علاج خاص وكل حالي إلها يعني الأمور المرتبطة بيها يعني الحلقة مثلا ممكن نعمل جراحة لمريض لأنه فرضا بجوزه ما يحطي تحمل الكليب أو بالعكس نعمل له كليب لأنه ما بيتحمل الجراحة على حسب تقبل جسمه للوضعه ناشح هذه العمليات وهل هي لكل الفئات أم لكل عمر في عملية معينة يختلف الجواب على هذا السؤال حسب البلد وبريطانيا هون نحن عنا يعني طبعا اللي بيجي بالمركب بالمرتبة الأولى لتقرير نوعية الجراحة أو المقاربة المريض اللي عنده ارتجاع صمام هي بالمرحلة الأولى وأهم شي هو هو الكوست يعني التكاليف يعني نحن نعمل مثلا بريطانيا الميتراليكليب أو هاي الكليب اللي بيحطوها على الصمام وخصصة فقط للحالات التي لا تتحمل الجراحة ليش؟ لأنه تكلفت الميتراليكليب أو اللاقط للصمام عبارة يعني كل عملية من هذا مقارنة حوالي ثلاث عمليات من الجراحة التقليدية فنحن ممكن نعالج ثلاث مرضى بهذه العملية بتكاليف عملية العملية نعم فالكلفة هي بتأتي بالدور الأول بالدور الثاني بيأتي كمان عمره المريض حالته الجسدي هل يتحمل الجراحة ولا في مرضى ما بيتحملوا التخدير ما فينا نعملهم تخدير عام فلذلك نعمل لازم نعمل الجراحة من خلال ثقب الرجل ونعمل لها إما ترقيه للصمام أو مايتراليكليب تمام ناخذ سوها من بريطانيا سوها تفضلي سؤالك سؤالي أني أنا بأخذ الليثيوم مضاد اكتئاب وبأخذه بجرعات كبيرة يعني 1400 ميلي جرام يوميا فهل هالشي بيأثر على القلب لأن الدكتور ذكر أنه المي بتلحق الصوديوم وين ما راح فالليثيوم كتير بيتطلب مي فهل هالشي بيأثر على القلب طيب قبل ما تروح أخذ سوها معنا أخذ سوها بس سؤال صغير ايه أنت عملت تحليل شوارد للدم يعني الصوديوم وبوتاسيوم لا والله ما انطلب مني يعني هالشي أختي الكريمي أنا بجاوبك الجواب مباشرة على التلفزيون على الهواء ايوه الليثيوم هو عبارة عن شاردي شاردي تأتي إلى الجسم وتنافس البوتاسيوم وبالتالي الخطوة الأولى في علاج أي شخص يأخذ الليثيوم بجرعة كبيرة 1400 ولفترة طويلة أول خطوة بالمعالج هي مراقبة الصوديوم والبوتاسيوم هم عم بيراقبوا للليثيوم الجي بي أو الطبيب اللي وصف لك الليثيوم لازم يراقب لك كمية البوتاسيوم والصوديوم طيب ماشي ماشي شكرا لحظة 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 فكرة تاني الليثيوم أيضا يعمل على وظيفة الغد الدرقية صحيح وبالتالي يجب إجراء تحليل دم للغد الدرقية أيضا عم تعملوا كمان كل ثلاثة شهور عفوا بتعملوا كل ثلاثة شهور عم تعملوا كل ثلاثة شهور لأنه إذا الغد الدرقية صار فيها خلل بالوظيفة من خلال أخذ الليثيوم هون ما في عنا غير two options خيارين إما من وقف الليثيوم أو منعطي معالجي بديلي مشان الغد الدرقية لأنه الطرابات الغد الدرقية ستؤدي بالنهاية إلى تسرعات بدقات القلب وأحيانا أعراض قلبية أنا مين معي الدكتور نفسه ولا عفوا مين عم يحكي معي الدكتور بشار نعم دكتور بشار أنا اسمي بشار لأنني أنا شايفته على الهوى هلا على الحوار هو دكتور نفسه أنا اسمي بشار دكتور بشار آه ماشي 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 دكتور شكرا كتير لعلاق أهلا وسهلا الله يعحب الله معك مع السلام سؤال مهم موضوع الليثيوم موضوع كتير مهم لأنه الليثيوم هو عبارة عن مركب مثل الصوديم والبوتاسيوم يعني مركب موجود بالطبيعة ويؤخذ عند مرضى اللي عندهم أمراض مضادات الاكتئاب أو يعني عندهم اكتئاب بس كمية كبيرة جدا دكتور حسب هذا التشخيص أنا ماني طبيب يعني بس بيكون الطبيب اللي يعالج المعالجة بدي يكون فيه استطفاب لأله الله يعافيها ويعافي الجميع بس يعني أختي الكريمة كتير نحنا لاحظناها مو بس الليثيوم يعني في عنا مضادات اكتئاب تانين يعني أدوي تاني يعني مثلا فيه دواء اسمه السيروتينين في عنا دواء تاني اسمه الانتي دي بريسانت يعني كل أنواع الانتي دي بريسانت هاي الأدوية كلها تلعب بشكل خاص بتأثير مباشرة على كمية الصوديم والبوتاسيوم بالدم وبالقلب وبالتالي نحنا متلقى منعرف أن الصوديم والبوتاسيوم هذه الشوارد مهمة بالقلب وممكن يصير عند المريض تسرع بداقات القلب أو طرابات نظم بسبب أخذ هاي الأدوية طيب دكتور راح كمان فيه سؤال لكن بعد ما ناخد اتصال من إيطاليا سعيد سعيد أهلا وسهلا بك تفضل سعيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل يمكن نكلم الدكتور إن شاء الله شي حاجة عن دينا يسمعك الدكتور تفضل سؤالك نعم أنا كنت جرت تسرح دوك العروق بديك البلاستيك أيوة ربعات الخطرات ربعات الخطرات يعني كان عندك عملية فتح الصمامات في القلب شو العملية بالصوت أيوة ما هي العملية بالضبط بالتحديد الدكتور يسأل بغيت غير نسوله غير العلاج لك شي التغذية وذلك شي اللي نخصي نتبعه شنو ما يجزيكم بخير ربعات الخطرات ربعات الخطرات اللي مسرحة دوك العروق كانوا تبوه شاولية دوك العروق طيب أنا ما داد أعرف لديه عروق القلب موقوفين وهو يعمل الآن لعمليات التوسعة يسأل عن الغذاء المناسب في هذه الحالة إذا الأخ المخرج بيحطنا في سلايد عن التغذية بعد جراحة القلب هي عبارة عن نفس الحمي اللازمي نحن نتحدث عنها طبعا فأنا حاطت صور للأخوة المشاهدين إحنا رح نرجع للأخ سعيد ورح نحط نوع الغذاء والتي تضلك متابعنا لكن كان سؤال دكتور اللي كنت حب أسأله في اتصال سهاء يعني أعطت ملاحظة مهمة جدا الليثيون اللي هو مهم جدا للمضاد الاكتئاب للاكتئاب الدواء بهذه الجرعة الكبيرة كيف اليوم يعرف المريض أن الأثار لكل دواء أثار جانبية على القلب نعم نعم أختي الكريمي أي دواء ببريطانيا حتى هذا موجود ببعض الدول العربية يعني منظمة اتحاد صيادلة الدول العربية يعني الفارماسي الفارماكولوجيكال يونيون تبع كل الدول العربية وعالميا أيضا لا يمكن صرف دواء لأي مريض بدون موجود داخله عبارة عن نشرة تعطيكي وين الأجهزة اللي ممكن هالدواء يأثر عليها لأنها فيها عندنا أدوية ممكن تأثر بشكل خفيف يعني مثلا نحن كلها تم نعرف أنه بفرضان الأسبرين بأسرع المعدة مثلا واحد عنده مثلا قرحة ما يأخذ أسبرين فيه أدوية بسيطة الأدوية مثل مثلا دواء الليثيوم أو مثلا أدوية تانية اللي هي أدوية مهمة وتؤخذ بجرعات كبيرة دائما الطبيب وهاي مسؤولية قانونية وطبية لازم الطبيب يشرح للمريض أنه هو وين يعني المواضع الخطورة وشو ممكن يكون تأثيرات جانبية من الدواء يعني أنا بحكي على مجالي أنا كطب قلب يعني فيها نحن من الأدوية كنا نستخدمها بأمراض القلب يعني ومازالت مستخدمة بكتير من البلدان دواء اسمه ديجوكسين الديجوكسين هو دواء يقوي عضلة القلب وهذا الدواء معروف من أديم واستخدموه الفرنسيين من الستينات من السبعينات يعني بقصور عضلة القلب نستخدم دواء الديجوكسين دواء الديجوكسين فيه يعني مشكلة كبيرة جدا هي أنه الفرق أو الحيز ما بين الجرعة المفيدة والجرعة الزائدة حيز أو مارجن أو هامش ضيق يعني بتكون إذا تعطي المريض مثلا 100 ميكرو جرام بيكون مبسوط بتعطيه 125 ميكرو جرام بيصير عنده تسمم من الدواء يعني فيه بيكون هذا الدواء فيه إلو مشاكل تسمم أو بسموه تكسيستي أو زيادة جرعة فنحن كأطباء قلب دائماً وقت نعطي المريض دواء إلو خطورة أو إلو يعني دقة متناهية بكمية الجرعة بلازم مسؤوليتنا نحن أنه نعطي للمريض مواعيد مش عن معايرة نسبة الدواء بالدم معايرة تحاليل الدم الروتينية تخطيط القلب الروتيني يعني الدواء الثاني أنا خطر عبالي أنا ومحكي معاك هو الورفرين دواء المميع المميع الدم الورفرين لازم مثلاً نحن في عنا تحديد دم إسمه INR لازم يكون مثلاً ما بين الاثنين للثلاثة إذا ارتفعت فوق الثلاثة المريض بلش بيلزف بقول لي أخي أنا ما فرشي سناني عميز الدم نعم أحياناً بصير عندي كدمات على الجسم فنفس الكلام ينطبق على الليسيوم الطبيب الذي وصف الليسيوم وبجرعة كبيرة هاي مسؤولياته الطبية والقانونية أنه يراقب هاي المريضة وأيضاً يعني مسؤولية وعي المريض بقراءة كما ذكرت نعم أنا رأسناً سألت المريضة أختي الكريمة أنه أنا أنت أديش عندك الصوديوم والبوتاسيوم يعني هاي من بديهيات من بديهيات المعاجبة بالليسيوم أن المريض يراقب الصوديوم البوتاسيوم وظيفة الكلي وظيفة الغد الدرقي هذا شيء روتيني لازم أي طبيب وصف الليسيوم يعمله طيب دكتور عودة إلى سؤال المشاهد سعيد وهي اللوحة موجودة النظام الغذائي الذي هو يريد أن يعرف ما هو الغذاء المناسب أنا أتمنى الأخ سعيد يكون هلأ شايفنا ويقرأ اللوحة الحطيتها كثير اللوحة بسيطة والمعلومات فيها واضحة جدا أي مواد فيها شحوم هي ضارة لأعطرة القلب وضارة لشرايين القلب الأخ سعيد عمل توسيع للشرايين أنا حطيت هنا أنه النظام الغذائي بعد جراحة القلب ولكن بعد جراحة القلب أو بعد توسيع الشرايين هي النظام الغذائي مماثل نفس الشيء مثل ما بتلاحظي أنه نحن عزيز نكون عندنا بكل شيء الطعام المقلية تكون ما نبتعد عنها أيها اللحوم والأسماك والزيوت كلها تكون من اللي ما فيها شحوم زائدي أو مهد رجا أو المارغارين الأحماض الدهنية المتعددة غير مشبعة المهدرجة الزيت عرباد الشمس مثلا نحن نحاول نستبدله مثلا بزيت الزيتون زيت الزرة كمان له مخاطر نحاول نخل المرض يأخذ بزيت الزيتون اللحوم الحمراء لازم نكون حمراء بشكل كامل اللحوم البيضاء ما في مشكلة عليها مثلا مثلا لحم السمك أو لحم الدجاج الحمي أختي الكريم موجودة بأي ويب سايت بأي مكان بس يعني نحن أهم شيء يكون عندنا التصميم أنه نتبع هاي الحمي اللي بتفيدنا نعم وشيء مهم جدا للأخ سعيد أنه إذا أنت يا أخي الكريم أعملت توسيع الشريين لا تنسى أنه لازم حتى لو أعملت تسويق الشريين أن هاي الشريين لا سمح الله بجوة تستكى مرة تانية لذلك المعالجة الفيزيائية كنا بنحكي عليها أو الريهة اللي دي شيء ضروري جدا تدريب وتأهيل نعم ودائما أنا بذكرها ذكرتها على شاشة تكون أنه أرخص وأسهل وأفضل رياضة للقلب وأعود وأقول أرخص أرخص نعم هي المشي المشي صحيح يعني لا تروح تعزب حالك تروح مثلا تدخل بكورسات ودورات تدريبية وكذا امشي امشي كل يوم دكتور المشي حوالي ثلاثة مايل كل يوم يعني حوالي خمسة كيلومتر إذا ما فيك تعملها كل يوم عملها يوم أي يوم لا يعني تقريبا لمدة ساعة نعم ثلاث مرات بالأسبوع المشي يخفض الكوليسترول هاي من خلال مشي خفيف مشي سريع مشي بطير المشي بخطوات متسارعة ولكن ليس الهروي أو الجري ولكن بس بخطوات واسعة تمام في سؤال دكتور يعني لماذا يعني نلاحظ أن هناك رياضيين يعني يتمتعون بصحة كاملة وقلب سليم بدون مشاكل ولكن فجأة نسمع عن وفيات بينهم أثناء التدريب أثناء لعبهم لكرة القدم وحدثت هذه في بعض النوادي ما هو تفسير هذه الحالات نعم أختي الكريمي القلب كعضو يعني اللي ضخ الدم مت ما تفضلتي عند الرياضيين يفترض أن يكون هو أحسن من عند الغير الرياضيين لأن هذا القلب الشخص اللي يعني عنده القلب هذا بيكون شخص رياضي عم يعمل تمارين عم يعمل كل يوم اكسرسايز يعني أنا حطيت أنه لازم يعمل ست دقائق تمرين مشان نعمله الريابريتيشن بالنسبة للرياضيين ست دقائق هذول يعني ولا شي يعني دول عبارة عن جزء بسيط من اللي بيعملوه هنا يعني مثلا لاعب الفوتبول مثلا بيجرى تسعين دقيقة مو بيجرى ستين ست دقائق فالبرينسبل أو المبدأ التمهيدي أو الأولي أن يكون مريض يكون الشخص اللي عنده اللي عم يلعب رياضة أن يكون قلبه سليم هذا كلام يعني منطقي هلأ مين نحن عندنا مت ما تفضلت أنه أشخاص يا أخي بكونوا ملعب رياضة وعين الله عليه هون وسليمين تماما وعندهم يعني متدربين وحتى أحيانا بعضهم بيكون عامل تشييك يعني مثلا بيكون عامل تشييك قبل ما يروح يعني مثلا واحد بيكون عامل من قبل مثلا تشيك أب للقلب عنده أنه أخي القلب كله سليم كذا واخد جرين لايت أنه أخي كله تمام بروح بيعمل مثلا جهد أو شي يسقط عنده مشكلة قلبية هون أختي الكريمي نحن في عنا بالقلب جزئين لازم نفرق بيناتهم في عنا العضلة القلب نفسه العضلي المصل يعني وفي عنا الشريين لحول القلب نقف عند الشريين حول القلب نتمنى الشفاء دائمين للجميع لكن لدينا فاصل لأساعة ثانية مشاهدين الكرام انتظرونا لمناقشة بقية المحاور أو الموضوع حلقتنا لهذا اليوم سأدى بحاء صدرية العناية بعضلة القلب شاف الله الجميع كونوا معنا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر